وجه محافظ زيكار أحمد الخفاجي اليوم الأحد باعتقال أحمد الوشاح بعد تطاوله على الشهيد الصدر وقال الخفاجي في بيان مقتضب إنه وجه كافة السيطرات في المحافظة بتنفيذ أمر إلقاء القبض على أحمد الوشاح وأضاف المحافظ إن ذلك جاء نتيجة تطاوله على الشهيد الصدر المقدس تراجع أحمد الوشاح اليوم الأحد عن الكلام الذي صدر منه بحق آل الصدر مطالبا بقبول اعتذاره وقال الوشاح في تغريدة له في لحظة غضب وضعف نفسي كبير صدرت مني إساء بحق السيد الشهيد محمد الصدر رحمه الله وأضاف وإني إذ أعتذر له وهو في مسواه وسائر مقلدي السيد الشهيد وأرجو قبول الاعتذار هذا ووجهت رئاسة الكتلة الصدرية اليوم الأحد رسالة عاجلة لأعضائها بشأن رفع دعوة قضائية ضد من تجاوز على الرموز الدينية وقال إعلام رئاسة الكتلة في بيان على الإخوة والأخوات أعضاء الكتلة الصدرية التحرق فورا لرفع دعاوي قضائية ضد المدعو أحمد طالب مطرش عبد الله آل وشاح لقيامه بسب الرموز الدينية للأمة الإسلامية والشعب العراقي وبالأخص الشهيدين السعيدين السيد الصدر الأول والسيد الصدر الثاني والسيد القائد المجاهد مقتدى الصدر أعزه الله وأضاف أن المطالبة برفع الدعوة القضائية جاء بما يزكي نار الفتنة بين أبناء الشعب العراقي